السلام عليكم يا حبايب أول عنصر بتشوفه وقت اللي بتفتح أي نافذة تيرمينال جديدة هو الكومنت برومت أو موجه الأوامر اللي بيكون موجود على يسار السطر اللي انت موجود فيه حاليا هذا العنصر ثابت ورح تشوفه بكل صدفة انت بتفتحها سواء كنت عمالك تستخدم باش عمالك تستخدم زيشل عمالك تستخدم فيش فهذا العنصر دائما رح يكون موجود بكل الصدفات وبكل نوافذ التيرمينال خلينا اليوم نشوف كيف ممكن انه نخصص هات الكومنت برومت لحتى نغيره عن الشكل الديفولت اللي بيجي بالاعتماد على التوزيع اللي أنا منزلها لأنه في بعض التوزيعات بتيجي بشكل already مخصصة هات البرومت ورح نشوفه بس بحالة باش بالنسبة لزيشل في عندي طريقة تانية وبالنسبة لفيش في عندي طريقة مختلفة وانا اذا كان بدي استخدم نفس البرومت بكل الصدفات اللي موجودة عندي في عندي طريقة موحدة رح نشوفها بغير فيديوهات باستخدام الستارشيب ما رح نحكي عنها اليوم فهلأ بحالتي أنا متل ما اللي شايف هلأ أنا موجود على فيدورا 36 ووقت اللي بفتح باش هات الشي الوحيد اللي طالع عندي اللي هو اسم الصدفة ونسختها وبالنهاية في عندي الدولار ساين طيب أنا أول شي رح اعمله رح اكتب اكو وبعدين بفتح كوتيشن وبحط الدولار ساين وبقل له بي اس ون بأحرف كابيتل وبسكر رح شوف رجع لي عبارة عن مجموعة من البرامترز او الموديفايرز اللي ما بعرف شو هي هلأ شايف عندي باك سلاش اس بعدين داش بعدين باك سلاش في باك سلاش الدولار ساين هدول شو معناهن أنا هال الكلام اللي بدي أغيره هلأ أول واحد حرف الاس اللي بيعطيني اسم الشيل بعدين حرف الفي اللي بيعطيني النسخة او الفيرجين وبعدين الدولار ساين هاي بتتغير بالاعتماد إذا أنا كنت فاتح الصدفة او الترمينال كمستخدم عادي او كيوزر او كسوبر يوزر طيب هلأ هاد الكلام اللي ممكن من توزيعها لتانية تشوفه بشكل مختلف طيب أنا إذا ما كان بدي شوف اسم الصدفة ولكن بدي شوف اسم المستخدم الحالي بدي شوف اسم الكمبيوتر وبعدين بدي شوف المسار الحالي اللي أنا موجود فيه فهذا الشي أول شي رح نعمل ضمن الترمينال نفسها ما رح يكون بشكل دائم ما رح يكون بيرمننت وبعدين رح نشوف كيف رح نحاوله لبيرمننت هلأ لحتى أعمله بشكل انتراكتيف يعني أني اتعامل معه ضمن الصدفة أو ضمن الترمينال اللي أنا فاتحها فرح قل له اكسبورت وبعدين بقل له بي اس وان بعدين يوساي بفتح متل ما حكيت بدي أول شي شوف اسم المستخدم اللي عماله يستخدم هاي الترمينال فرح حط له الباك سلاش وبعدين بالنسبة لحالة المستخدم رح حط حرف يو اللي جاي من اليوزر نيم بعدها بدي حط إشارة الات فرح اكتب ات بدون اي باك سلاش أو اي شي فرح قل له ات وبعدين بدي يكون اسم الكوميوتر محصور ضمن قوسين مربعين فأول شي رح حط قوس مربع وبعدين رح حط الباك سلاش ورح حط حرف الات اللي هي جاي من الهوست نيم وبعدين رح سكر القوس المربع فرح قل له سكرت القوس طيب هلأ رح سكر الكوتايشن مارك وبضغط انتر مثل ما اللي شايف مباشرة انه تغيرت من اسم الصدفة لا اسم المستخدم بعدين في عندي اشارة الات اللي عرفتها بالبداية بعدين في عندي القوس وبعدين اسم الكمبيوتر طيب بعد هاد الشي لنقول انه انا بدي شوف المسار اللي انا موجود فيه فرح ارجع لنفس الامر اللي حطيته وبعد القوس المربع طبعا هذا مال اجبار بس انا حطيته لحتى يكون في عندي تمييز بين اسم المستخدم والكمبيوتر فبعد القوس المربع كمان رح حط space بدي يكونوا مفصولين بspace رح حط space ورح حط back slash ورح حط w بس رح تكون حرف capital وبعد ها رح حط كمان space بدي افصل بspace ورح حط back slash ورح حط dollar sign الدولار sign مثل ما حكيت بالبداية بتتغير بالاعتماد على اليوزر اللي عماله يستخدم الجهاز هلا رح اضغط enter فرح شوف انه عطاني نفس الكلام اللي عطاني يا بالبداية وبعد ها عطاني اشارة المدة اللي شوف انه موجود ضمن الhome directory اللي مثل ما بنعرف اختصاره هو اشارة المدة طيب هاد بحالة بس نحن عرضنا ثلاث امثلة اذا كان بدي حط modifiers اكتر بدي حط التاريخ بدي حط الhistory بدي حط رقم الجوب او العملية اللي عمالها تنعمل فانا في عندي قائمة طويلة ل modifiers اللي ممكن اني حط ها بالبرومت او الps1 اللي عندي اي واحد من هدول رح يعمل وظيفة معينة طبعا اذا بدك ممكن انك توقف تعمل عملية post للفيديو وتقراء هن واحد واحد ما رح اشرح هن بالكامل الخطوة الثانية بعد ما شفنا كيف ممكن اني اعمل الستراكتشر الخاصة بالبرومت اني اعمل بشكل دائم وضيف عليه بعض الالوان بدي اضيف لون لكل عنصر من العناصر اللي ضفتها لهذا البرومت فرح نرجع اول شي كيف رح اعمل رح افتح باعتبار انه احنا عمالنا نحكي على باش اليوم فرح افتح ب فيم او بالنيو فيم رح افتح ملف .bash rc ضمن هاد الملف رح اقل له export مثل ما شفنا بالبداية بعدين رح اقل له ps1 يساوي وكمان رح افتح وسكر ال quotation mark رح ارجع بالبداية ضيف العناصر اللي حطيتها اول شي فكان عندي back slash u بعدين كان عندي add كان عندي qos كان عندي back slash h تسكر القوس بعدين كان في عندي space كان وكان في عندي back slash dollar sign هلا بحفظ هاد الملف واما بسكر الترمينال وبرجع بفتحها او بقل له source بعدين dot bash rc فهلا شايف انه ما يطير شي لاني حطيت نفس الامر خلينا نضيف الالوان فبرجع بفتح dot bash rc لحت اضيف الالوان انا في عندي 16 لون اساسيات اللي هنن الالوان الاساسية لأي ترمينال اي لون من هدول الالوان لحتى استخدمه بالترمينال او بالشيل بالبرومت فيه الو كود معين رح يكون صفر وبعدين فاصلة منقوطة وبعدين الرقم تاني فالاسود رح يكون صفر منقوطة 30 على سبيل المثال الازرق صفر منقوطة 34 وهلوم مجرة هاي الالوان الداكنة اذا كان بدي استخدم اللون الفاتح او النسخة الفاتحة من هذا اللون فبستبدل الصفر برقم 1 فرح يكون 1 منقوطة 34 رح يعطيني الازرق الفاتح طيب كيف رح طبق هاد الكلام بالبرومت اللي عندي فرح ارجع لل .bash rc ورح ايجي لقبل حرف u او back slash u رح قل له back slash e وبعدين قوس مربع 0.34 m هاد موجود قبل back slash u بعد back slash u رح قل له back slash e ورح اضطله القوس المربع وحرف m هاد اذا اشتغل صح مفروض يعمل لي انه اليوزر نيم يطلع باللون الازرق خلينا نسكر ونحفظ هاد الملف ونقله source dot patch rc فمتل ما لي شايف صار عندي اسم المستخدم باللون الازرق طيب لنقول بدي يطبق نفس هاد الكلام على العناصر التانية فلنقول انه بدي اعمل اشارة الات تكون باللون الاخضر واسم الكمبيوتر مع الاقواص بدي يكون باللون البربل او البنفسجي فبحالة اللون الاخضر فالكود تبعه هو 0.32 وبحالة اللون البنفسجي هو 0.35 35 فرح ارجع لملف الباش rc ورح اجي لقبل اشارة الات رح ادخل لوضع الادخال رح اقل back slash e رح افتح قوس مربع رح اقل 0.32 كان اللون الاخضر رح حط حرف الام رح اجي لبعد اشارة الات رح اقل back slash e رح اقل قوس مربع وحرف الام هلا رح اقل back slash e رح اقل قوس مربع 0.35 للون البنفسجي وحرف الام رح اجي لبعد القوس المربع التاني انا هون بدي خلص اللون البنفسجي فرح اقل كمان back slash e رح اقل قوس مربع وام وراه هيك بيكون خلصنا فتغيير الالوام متل ما شفنا انه انا عمالي احصر العنصر اللي بدي اغير لونه ضمن محددين المحدد الاول اللي بيبتدي اللي انه هون عمالة تبتدي عملية التلوين اللي هو back slash e القوس المربع وبعدين بيجي عندي اللون وبعد ما خلص هذا العنصر عمالي قل له back slash القوس المربع وحرف الام لحتى قل له انه خلص بس لهون وقف لي هاد اللون اذا بدي احط لون تاني لعنصر تاني برجع بحط نفس هاي الصيغة اللي هي back slash e back slash e فخلينا نحفظ هاد الملف ونشوفه رح يشغل ولا لا كمان رح ارجع له dot source bach rc هلا متل ما اللي شايف صار عندي اسم المستخدم باللون الازرع صارت عندي اشارة الات باللون الاخضر وبالنسبة لا اسم الكوميوتر صار عندي باللون البنفسجي هلا متل ما اللي شايف انه المسار الحالي اللي انا موجود فيه والدولار ساين ما تغيرت ضلت باللون الابيض لاني انا بالاساس ما حددت لها اي لون اضافي خلينا نشوف بقسم التعليقات شو هي ال command prompt اللي انت عمالك تستخدمها شو هي الالوان اللي عندك هل في عندك طريقة بتحب انك تستخدم فيها كل هاد الكلام تركو ليها بقسم التعليقات بلتقي فيكن بالفيديو الجاية وبأمان الله